بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك وزد على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت يا رب تجعل الحزن سهلا سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا وأتمم لنا نورنا واخفر لنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم أما بعد أيها المشاهدون أيتها المشاهدات أينما كنتم طبتم وطاب مجلسكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويسعدني أن ألتقي بكم مجددا لنواصل ما بدأناه من شرح وبيان للأحاديث والآثار الواردة في موطأ إمامنا مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى ولا يزال الحديث متواصلا عن كتاب أو عن أحاديث الواردة في كتاب حسن الخلق واليوم إن شاء الله تعالى نتعرف وإياكم على خلق آخر من الأخلاق الإسلامية المهمة فذكر إمامنا مالك في موطأه عن سلامة بن صفوان بن سلمة الزرقي عن زيد بن طلحة بن ركانة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء الحياء هو انقباض النفس خوفا من الزلل أو خوفا من أن يقع في مذمة أو في قبح وهو أمر فطري في الإنسان ولكن الناس يتفاوتون فيه بمقدار الحياة فسمي الحياء لأنه مشتق من مادة الحياة فكلما كانت الحياة قوية في القلب كلما كان الحياء قويا وكلما ضعفت أو ضعفت حياة القلب صار الإنسان قليل الحياء وأميل وأقرب إلى البهيمة منه إلى الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى بهذا الخلق ولهذا وجدنا ما يدل على أن الحياة فطرة في الإنسان عندما وقع آدم أبونا آدم عليه السلام في الزلل وعصى ربه وأكل من الجنة التي نهي عنها عن الأكل منها من الشجرة التي نهي عن الأكل منها وقع في ذلك الخطأ مع حواء فماذا كان رد فعله بعد ذلك بعد أن رأى سوءته طفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وهذا مبدأ أصل الحياء في الإنسان فآدم لما رأى نفسه تكشف بدأ يغطي نفسه بالأوراق بأوراق الأشجار والنبي صلى الله عليه وسلم يحث على هذا الخلق فيبين ويقول لكل دين خلق يعني هذا لكل دين له أخلاق تميزه كما أن لكل دين شرعة وأحكام تميزه كما قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة يعني الأمم والشعوب والديانات كلها تتفق في أصل التوحيد والإيمان والعقائد ولكنها تختلف من حيث التشريع والأحكام والحلال والحرام فبعض الأشياء كانت محرمة في الديانات السابقة وأحلت لنا كما قال عليه الصلاة والسلام أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويضع عنهم إصرهم والغلالة التي كانت عليهم هناك شيئا كانت محرمة على بني إسرائيل مثلا ولكنها أحلت لنا حرمت عليهم بسبب ظلمهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وأما الشرع الإسلامي فجاء بتحليلها وكذلك بأخلاق خاصة فلكل دين أحكام تخصه يعني تميزه وأيضا له أخلاق تميزه لكل دين من الديانات خلق يميزه وخلق الإسلام الحياء هكذا اختصر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اختصارا وأوجزه إجازا وبين أن خلق الإسلام الذي يظهر به الإسلام ويجلى هو الحياء فإذا سئلت ما هو خلق الإسلام ما هو أهم خلق في الإسلام يجعل المسلم مميزا مميزا عن غيره هو نقول هو الحياء الإسلام جاء موافقا للفطرة لأنه دين الفطرة والحياء أمر فطري وخلق الإسلام يعني الحياء هو الحياء فعلا وذكر أيضا عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء قال أهل العلم معناه يعظه يقول له لا تستحي إن الحياء هو الذي يؤخرك إن الحياء هو الذي يمنعك من مصالحك إن الحياء هو الذي يعطلك عن أشياء كثيرة خلي نفسك يعني بعيد عن الحياء حتى تستطيع أن تقضي شؤونك ومصالحك وإلا ضاعت مصالحك بسبب هذا الحياء الذي عندك يعظه بهذا الكلام يعني يعظ أخاه في الحياء يعني في ترك الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما يدل على أن المعنى دعه يعني المعنى أنه يعظه أخاه في الحياء بمعنى في ترك الحياء هو ما جاء في الحديث مفسرا له دعه فإن الحياء من الإيمان يعني دعه اتركه لا تعظه بهذه الموعظة لا تقول له هذا الكلام فإن الحياء من الإيمان يعني الحياء هو خصلة من خصال الإيمان فلماذا تعظه في ترك الحياء فالحياء الدليل على أن هذا الإنسان مؤمن كما جاء في الحديث الإيمان بضع وستون وفي رواي بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذعان الطريق والحياء شعبة من الإيمان فكلما كان الإيمان راسخا قويا كان الحياء كذلك عند المسلم وأولى من يستحق أن يكون عنده الحياء هو المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفوه قالوا كان أشد حياء من العذراء في خضرها أي من المرأة التي تكون مخضرة في البيت ولا تبرز للرجال بسبب حيائها وشدة حيائها وكلما كان الحياء سواء عند الرجل أو المرأة فإن العلاقات تكون أيضا حسنة والمجتمع يكون مبنيا على الفضائل لا على الرضائل وكلما تخلى الناس عن الحياء كلما تدهورت معيشتهم وكلما ضع عليهم دينهم بل حتى دنياهم وهكذا نرى الأمم الغربي اليوم يعني تحاول جاهدة وتبذل قصارى جهدها من أجل يعني إخراج المسلمين من الحياء سواء في المعاملات أو في الكلام أو في اللباس أو في المناظر كل هذا من أجل يعني أن يتردوا كما ترد هؤلاء الغربيون في المتهات وضاعوا في هذه الدنيا بسبب هذه الرضائل عندما تركوا الحياء لكن المسلمين ينبغي عليهم أن يعضوا على هذه الأخلاق بالنواجذ وأن يحث عليها أسرهم وأبناءهم ومجتمعهم فهذا الحياء من شيم المؤمنين وهو أيضا من خصال هذا الدين فهذا الدين الذي يميزه ويجعله فعلا قيما ويجعله كذلك عند الناس مقبولا وعندما يرى الناس أخلاقه مجسدة في هؤلاء المسلمين ومن جملة ذلك الحياء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان الصحابة ولكن ينبغي أن يقال أن الحياء سواء كان حياء حشمة أو حياء خجل أو كذلك الأنواع يعني بعضه قد يكون محمودا وبعضه قد يكون مذموما فمن الحياء المذموم هو أن يستحي الإنسان فلا يسأل عما يتعلم من أمور الدين ولذلك قالوا لا ينال العلم مستحي ومستكبر فعند السؤال وعند مسائل فينبغي الإنسان أن يسأل ولا يستحي لا يستحي في هذا كما قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يسأل كانت المرأة تسأل عن قضايا خاصة بالنساء ولا تجد في ذلك غضاضة لأن هذا من الأمور المهمة فتقدم وليس معنى الحياء أن يبتعد الناس عن الواقع وأن يبتعدوا عن السؤال ما عما يجب عليهم من أمور الدين فهذا ليس هو المراد وإنما المراد أن تجمل الحياة بالحياء المحمود الذي يبعد الناس عما لا يليق من المحرمات والموبقات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ومن الذين لا خوف عليهم ولهم يحزنون من الذين يقولون ويعملون ويعملون ويخلصون ويقبلون اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اشتركوا في القناة